السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء عظيم جدا يحفظكم من الصمم والعمى تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم قال جل وعلا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال جل وعلا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً من بين تلك النعم التي أنعم الله بها علينا وما أكثر النعم التي أنعم الله بها علينا من بين تلك النعم نعمة البدن وما يحويه من أعضاء بتقوم بها كل حياتنا بفضل الله وحده سبحانه وتعالى طبعا كل أعضاء الجسم مهمة جدا ما قدرش أقولها استغنى عن الإيد مدام في رجل ما قدرش أقولها استغنى عن عيني مدام فيودان لا كل أعضاء جسمنا مهمة جدا لكن أهم تلك الأعضاء ثلاثة نعمة القلب نعمة السمع نعمة البصر لأنها أدوات الهداية يعني دية الأدوات اللي بتعين العبد على كل متطلبات الحياة وعلى المعرفة وعلى الوصول إلى الهداية بفضل الله ولذلك من ختم على قلبه وسمعه وبصره حرم من كل أسباب الهداية هيوصل من الهداية إذا كان ما فيش لقلب ولا سمع بيسمعه ولا بصر يعني إن قطعت عنه كل وسائل وصول الهداية ولا حول ولا قوة إلا بله كما قال جل وعلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه المولى عز وجل بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو بأن يحفظ الله أبداننا عمة وأن يحفظ سمعنا وبصرنا على وجه الخصوص فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أنه قال عبد الرحمن ابن أبي بكرة يعني أبو بكرة ده صحابي جليل عبد الرحمن ده بابنه قال عبد الرحمن ابن أبي بكرة يا أبتي بيقول أبو بقى يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غدات بتقول هذا الدعاء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا يعني شايفك كل يوم في الصبح وآخر النهار يعني مع أذكار الصباح ومع أذكار المساء كل يوم بتدعو الدعاء ده تلات مرات الصبح وتلات مرات مع أذكار المساء بتقول اللهم عافني في بدني يعني كل البدن ثم تخصص اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت قال له تعيدها ثلاثا بتقولها ثلاث مرات الصبح وثلاث مرات مع أذكار المساء فقال أبوه اللي هو أبو بكرة رضي الله عنه قال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنتي أحب ألد النبي وامشي وراث في كل حاجة هو بيعملها أو بيقولها وهو ده كان جانب العمل عند الصحابة إن كانوا على طول أول ما يسمعوا عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على طول يسعوا لتطبيق تلك السنة على أرض الواقع بفضل الله سبحانه وتعالى شوف هنا بقى كمان حرص الأب على تعليم ابنه هو كان ممكن يقول الدعاء ده في سره لكنه كان يسمع ابنه عشان ابنه يسأله عشان هو يعلمه النبي كان بيقول إيه صلى الله عليه وسلم وذلك من باب قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيت إذن هذا الدعاء يحفظنا يحفظ جسدنا كله بل ويحفظنا خاصة يحفظ سمعنا وأبصارنا نحن نقول الصبح تلت مرات ومع أذكار مساء تلت مرات اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت بنقول تلت مرات الصبح مع أذكار الصباح وطلت مرات مع أذكار المساء أسع الله عز وجل أن يحفظكم في الدنيا والآخرة وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته